موسيقى أهلا بكم إلى هذه الحلقة من الحقيبة السابعة ونناقش في ملفيها لهذا الأسبوع سوريا بين التحولات الإقليمية والأولويات الدولية موسيقى لندن خارج بروكسيل من سيدفع ثمن الانفصال؟ موسيقى 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 بينما يعاد توجيه بوصلة المعارك في حلب إلى الريف الشمالي مع بقاء وطيرة العمليات العسكرية في محيط دمشق على حالها في التقدم العسكرية يبدو أن حديث الحلفاء مؤخرا يدور حول ضرورة التعاون المشترك في محاربة جادة للإرهاب فالرئيس الأسد أكد أن سوريا تريد جهدا حقيقيا لمكافحة الإرهاب وليس استعراضيا أما الرئيس بوتن فأشار إلى أن مصير سوريا يحدد مصير المنطقة كلام القائدين يحملوا رسائل بعينها للولايات المتحدة التي بدورها تنتقل من فشلا لآخر في تنظيم حربنا على داعش عبر ما تبقى من مشاريع جماعاتها المعتدلة وتطلب تعاونا عسكريا مع روسيا في سوريا سوريا التي أسقطت أحلام السلطان العثماني فسارع إلى الاعتذار من موسكو عن إسقاط السخوي ومقتل طيارها فهل ستدخل الحرب حدود الفصل الجديد من العلاقات بين روسيا وتركيا أين يصرف الطلب الأمريكي من روسيا بشراكة عسكرية جديدة معها في سوريا ماذا عن السعودية وإسرائيل وما هو مستقبل العملية السياسية رغم المحاولات الكبيرة المتكررة للتنظيمات الإرهابية الهجوم على مزارع الملاح الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ورغم ما حشدوا في هذا الهجوم من أسلحة وعتاد وعناصر بشرية إلا أنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم على الجبهة الشمالية لحلب فوحدة الجيش بدعم من الطيران الحربي تصدت لتلك المحاولات وأوقعت العشرات من إرهابي جبهة النصرة وما يسمى جيش الفتح قتلى ومصابين في رمايات نارية لم تخطئ هدفها أبدا إصرار الجيش العربي السوري والحلفاء على محاربة الإرهاب يظهر من خلال ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أشار إلى الحفاظ على كيان الدولة السورية من خلال التصدي للإرهاب والحيلولة دون تدخل خارجي عسكري غير شرعي في شؤون سوريا الداخلية مشددا على أن منطقة الشرق الأوسط ليست الوحيدة التي مستقبلها مرهون بمصير سوريا التي في أرضها يتم حسم المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي تجمعت احتراياته إرهابيون من جميع الجنسيات تصريحات بوتين جاءت بعد يوم واحد من إعلانه الشروع في تطبيع العلاقات مع تركيا بعد مكالمة هاتفية مع أردوغان شدد فيها على ضرورة تكثيف التعاون الدولي في محاربة الخطر الإرهابي الذي يهدد الجميع اتصال هاتفي جاء بعد رسالة وجهها أردوغان إلى الرئيس بوتين اعتذر خلالها عن إسقاط قاذفة سوء 24 الروسية في سماء سوريا وذلك في الرابع والعشرين من شهر 22 الماضي وسط إعلان مسؤولين الروس عن شروط يجب على نظام أردوغان تنفيذها لعودة العلاقات بين البلدين كان أولها الاعتذار وفي ظل تذبذب في تصريحات المسؤولين الأتراك حول تنفيذ الشروط الروسية التي كان أحدها دفع تعويضات للروسيا كيف سيكون شكل العلاقات بين البلدين سؤال جوابه رهن حسن النية التركية للنقاش ينضم إلينا في الاستوديو دكتور بسامب عبد الله أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديمشق أهلا بك معنا دكتور بسامب ساء النول ومن واشنطن رحب معنا في هذه الحلقة بالدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع في جامعة ويسكنسون أهلا بك معنا دكتور سيف أهلا بك أبدأ معك دكتور بسام أبو عبد الله بقراءة خاطفة للمسرح العسكري في سوريا كأننا أمام إعادة ترتيب الأولويات العسكرية بناء على المعطيات الواردة من الجبهات الشمالية والجنوبية في البعض الميداني واضح أننا تركيز على موضوع حلب هذا أساسي صدر أكثر من تصريح السفين روسي في ديمشق تحدث عن أننا سنضع بالجيش العربي السوري في معاركه الدفاعية هذا الحديث يجري هنا عن إعادة فقدته القوات السورية يعني من قصود تلعيس وبعض المناطق في حلب الجنوبي وأغلاق الأحياء الشرقية يعني أغلاق طرق إمداد الأحياء الشرقية من حلب الآن يعني الجيش العربي سوي حقق تقدم في مزارع الملاحة وكانت النتائج بارزة ومهمة جدا طبيعة المعاركة يجب أن يدرك كل الناس وهذا ما نقرأه حتى من العسكرين قاسية جدا صعبة جدا طبيعة المجموعات هي جيوش ليس بمعنى المجموعات التي أحيانا حتى في العالم نقول أو مزودة بأسلحة الجريدة بأحدث أنواع الأسلحة والدبابات يعني أنت معارك جيوش حقيقية تجري في تلك المنطقة مع الإشارة إلى أن حجم تدفق المسلحين ما زال مستمر وحجم تدفق السلاح ما زال مستمر من الحدود التركية وابتعي أنت أمام معاركة قاسية وصعبة لكن يبدو الأولوية الآن لحلب هل ستجري معاركة حلب الكبرى؟ هذا السؤال ما يزال هناك والسؤال على مدار الأسابيع الماضية ما يزال هناك إشارة فهل تجري مفاوضات في اللحظات الأخيرة؟ هل هناك من يريد أن المحاولات الولايات المتحدة الآن عقد اتفاق وهذا شيء جديد مع روسيا؟ يعني الواقع الميدان الحقيقة إضافة إلى أنهم متبدل بمعنى أن نجد الآن في ريفة اللازقية يعني عودة بعض المجموعات المسلحة إلى بعض القرى وبعض المرات هذا لا يغير من الميزان الاستراتيجي القضية أكبر من موضوع قرى هنا أو قرى هناك برغم من طبعا أنه أهمية المناطق التي نتحدث في ريفة اللازقية نتحدث عنها لكن واضح أن تركيز القوى كله بالتجاه في حلب ولذلك قد يكون استغلوا هذه النقطة ويجب أن نشير إلى أن العديد البشري يعني هناك إشكالية على ما يبدو في موضوع العديد البشري فيما يتعلق بجبتنا وهذا ما الذي يخلق دائما هذه الثرارات التي نراه هنا لكن بشكل عام لاحظي أن الحراك السياسي يجري الآن باتجاه طرح أفكار جديدة هناك تحولات جديدة تجري الآن هذا ما ستحدث عنه بعد قليل لكن ننتقل إلى الدكتور سيف دانا دكتور سيف ماذا يعني الفشل الأمريكي في إحداث خرق ميداني تطور ميداني باتجاه تنظيم داعش وما الذي يعنيه أن تطلب واشنطن في هذه المرحلة الميدانية السورية تطلب تعاون عسكري جديد أو شراك عسكرية جديدة مع روسيا وترفض موسكو يعني مساء الخير أولا مساء في هذه اللحظة ما نعرفه هو التالي ما نعرفه أن الأولويات الأمريكية يتصدرها محاربة داعش لا يتصدرها نظام الحكم في سوريا ولا الحكومة السورية بالتالي ربما على حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين أن يعيدوا النظر في أولوياتهم أيضا وأن لا يستمروا في اللعب الصفري في الجانب الآخر ما نعرفه أيضا كذلك أن كل الإمكانيات أو الجهود الميدانية الأمريكية باقت بالفشل ما حصل على الحدود العراقية في منطقة البوكمال كان كارثي جدا وطبعا كل ما يحصل في الميدان سيتم صرفه بالسياسة هذه جيش ما سمي جيش سوريا الجديد أداؤه كان كارثي بالنسبة للسياسة الأمريكية وبالنسبة للإستراتيجية الأمريكية في المنطقة بالجانب الآخر ما نعرفه أيضا كذلك أن التقدم والإنجازات الميدانية التي حصلت ما بين أيلول 2015 وشباط 2016 في ريف حلب الجنوبي طبعا تم محاولة الاتفاف على بعض هذه الإنجازات خلال فترة الهدنة والاستخدام الهدنة كفرصة إلا أن ذلك فشل بمعنى الإنجازات الميدانية التي حققتها هذه المجموعة المصلحة على الأرض كانت غير ليست لها بعد استراتيجي من جهة وكانت بثمن بشري هائل الجبهة اليوم تتحول إلى الشمال بمعنى شمال حلب وكأن الصراع الميداني كان يعطي دائما فرصة للولايات المتحدة ولحلفاء الولايات المتحدة الإقليميين إذا كنتم جادين في محاربة الإرهاب عليكم أن تغلقوا الحدود التركية السورية وأن تمنعوا استمرار تدفق الإرهابيين إلى داخل سوريا لم تقم بذلك لا الولايات المتحدة ولا حلفائها بالعكس قاموا بحماية حتى جبهة النصرة وباستخدام التكتيكات لتجنيب جبهة النصرة القصف بالتالي اليوم المحور السوري الروسي الإيراني حزب الله يقول بوضوح هناك إذا استمر هذا الوضع ولم يتم التوصل إلى التوافق السياسي سنقوم بإغلاق الحدود وهذا الحديث كله عن معركة كبرى في حلب طبعاً نحن نتحدث عن القسم الشمالي في حلب أو شمال حلب بمعنى أن التبعات الميدانية طبعاً ستكون محركة ضاحنة على كل أحوال إن حدثت ستكون محركة ضاحنة لأن تبعاتها السياسية ستكون هائلة جداً بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسارع إلى استدارة قوية تجاه موسكو في شراكة عسكرية لأنها لم تستطع أن توازي موسكو عسكرياً على الأرض في سوريا ضد داعش أو ضد غيرها من التنظيمات على ما تقول واشنطن الولايات المتحدة تحاول تجاوز تبعات معركة كبيرة في حلب لأنها تدرك التبعات السياسية لذلك خصوصاً أنه يمكن أن يكون هناك فرصة وحيدة للقاء سياسي قبل نهاية رئاسة الرئيس أوباما وهو في أوائل آب تقريباً هذه الفرصة النافذة الوحيدة المفتوحة سياسياً حتى نهاية فترة أوباما بعدها ستنتهي الأمور وستنشغل كل الولايات المتحدة والانتخابات في الجانب الآخر كل ما في جعبة الولايات المتحدة وهذا ما كنا نقوله منذ البداية كلما كانوا يتحدثون عن كل الخيارات على الطاولة كنا نقول أن الخيارات الموجودة على الطاولة محدودة يعني هم وصلت بهم المرحلة أنهم حاولوا حماية جبهة النصرة لأن للأمانة وهذا ما يجب أن يعرفوا المشاهدون إذا نظرنا إلى الواقع الميداني ومن يتابع تحولات الواقع الميداني يعرف أن هناك قوتين رئيسيين في ما يسمى المعارضة داعش وجبهة النصرة غير ذلك حكي فاضي باختصار شديد وأسف بالعبارة وبالتالي محاولة الولايات المتحدة التعويل على بعض الأطراف التي تسميها معارضة من أجل إنجاز سياسي غير ممكن بدون أن يخلطوهم بجبهة النصرة وحاولوا تأهيل جبهة النصرة إلى آخره وفشلوا آخر محاولاتهم على حدود في البو كمال قبل يومين أظهرت الأقصى ما يمكن أن تصل لي السرطيجية الأمريكية عسكرية نعم ابقى معنا لو سمحت دكتور سيف بالعودة لك دكتور بسامة بعبد الله اليوم عندما إذا ما قرأنا ونظرنا إلى قراءة الدكتور سيف بما له وصله بواقع الحالة الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد على أن موسكو ستلتقت الإشارات الأمريكية في البناء على تسوية سياسية قريبة لربما تجنب أي معركة كبرى في الشمال السوري هو على ما يبدو أولا معركة حلب كما قال الدكتور سيف لها نتائج سياسية التفاوض بعدها سيصبح مغلقا ولذلك تجد الولايات المتحدة وتحاول تجنب معركة حلب لأنه إذا حقق محور المقاومة والجيش العربي السوي وحلفاءه انتصارا في معركة حلب فلا يعود على ماذا سنتفاوض بعدها لذلك لأن معركة حلب الكل يقول بأنها المعركة التي ستحسم ليس الصراع فقط فيما يتعلق بسوريا إنما الصراع على صعيد المنطقة لأن ما يجري في معركة حلب هو وجود لتتحدثين عن الأمريكي وتتحدثين عن وجود لحلف شمال أطلسي وتتحدثين عن وجود للسعودي والتركي والقطري وكل هذا المحور مقابل محور آخر يواجه في حلب هلأ موسكو بالتأكيد ستلتقط هذه المبادرة ولكن قد تطور هذه المبادرة باتجاهات أخرى لأنه أيضا الوقت ضيق أمام إدارة رئيس باراك أوباما نحن نتحدث عن آب الكل تحدث عن شهر آب شهر واحد فقط بعد ذلك ستدخل إدارة في مرحلة شلل ومرحلة انتخابات وواضح أن رئيس باراك أوباما يريد تحقيق إنجاز ما فيما يتعلق بمحاربة داعش لأنه جزء من الهجوم الداخل عليه من خصومه سواء الجمهورين أو لذلك أنه كان ضعيفا أنه لم يتعاطى مع تنظيم داعش أو مع محاربة الإرهاب كما يسمونه ولم يحقق إنجازات آخر فشل أمريكي والذي وسائل الإعلام الغربي حاولت التغطية عليه لم يتحدث عنه أحد لكنه فشل الزريع لأن الولايات المتحدة وضعت كل إمكانيات الدعم العسكري والتسليحي والتدريب والاستقبالات الأردنية والبريطانية وأنا أعتقد أن الموساد أيضا كان موجودا في هذه العملية وهناك سزاجة في التعاطي أنه والله مئتي مقاتل ينزلون في ديرزور دونستي هروب الولايات المتحدة من موضوع التنسيق مع الحكومة الشرعية في سوريا وعبر روسيا أو عبر أي طرف آخر هذا سيوصل إلى هذه النتائج لن تحقق أي إنجاز على الأقل لأن القوى الحقيقية القادرة على أن تهزم داعش والتي هزمتها في تدمر وفي مكان آخر هي الجيش العربي السوري وهذا الأمر قاله الروس بوضوح شديد ورئيس بوتين أكثر مرقاة القوى الوحيدة القادرة ولذلك نحن ندعم هذا الجيش وحلفاء السورياء الذين يشكلون خصوم للولايات المتحدة وربما تتعزز المؤشرات للتحول المقبل للإدارة في الموقف الأمريكي تجاه مقاربة جيدة للأزمة السورية بناء على كلام بوتين بالأمس حتى كلام الرئيس لليوم الأسد طرح الاتفاق يدل على أن هناك سعي أمريكي يعني بعد الفشل في البوكامال لا يوجد أي أوراق على الإطلاق بالعكس جون برينان يعني مدير السياق اعترف بأننا لم نحقق يعني الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز حقيقي الإنجاز الحقيقي تطرحه الروس بوضوح قال يجب أن نتخلص من قضية استخدام الإرهاب في اللعبة الجيوسياسية وأن نوحد جهودنا لأن خطر الإرهاب أصلح داهما هلأ من أتبع ذلك الكلام أيضا وهذا غريب يعني هو رجب طيب أردوغانا رئيس التركي الذي قال أن الإرهاب سيصبح ما كنا لا نتخيله سيصبح حقيقي وواقع وربما كانت هذه الإشارة الأولى لأردوغانا عندما يتحدث عن الإرهاب إذن هناك خطر حقيقي كيف يمكن أن يستثمر هذا الطرف الإرهاب ضد طرف آخر ثم يتحدث عن تبعات هذا الإرهاب أو كيف يمكن أن يواجهوا لا يوجد حل إلا بهذه الطريقة رسالة رئيس أسأل فيه مقابلته مع محطة سي بي أس الأسترالية كانت واضحة أولا سوريا تعاونت سابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الأمر موجود سوريا لا تواجه الولايات المتحدة الأمريكية وتعرف حجمها كدولة صغيرة ولكنها تنظر دائما إلى أنه يجب تأخذ بمصالحها وتنظر إلى مصالح الآخرين بمعنى أن المسؤولين الغربيون في قول سياسيا يتحدثون شيء ومن تحت الطاول يرسلون مسؤولين الأمريكي إذن لا بد من إيجاد مخارج من هذا الوضع قد تكون موسكو هي الجسر الذي يعمل على هذه المخارج إن وجدت لأن المبادرة الأمريكية الآن رفضت من قبل موسكو واعتبروا أنه أمر غير مقبول لأنه لا يمكن لا حماية جبهة نصر والروس يقولون أفصلوا ما يسمى جماعات معتدلة ضمن قوسين طبعا لأنه لا يوجد جماعات معتدلة عن جبهة نصر هذا الأمر سيكشف كثير من الأوراق الأمريكية صحي دكتور سيف دعنا بالحديث عن حلفاء واشنطن عندما يعتذر أردوغان لبوتن عن نسقاط الطائرة ومقتل طيارها هل يأتي ذلك نتيجة فوضى أمنية داخل تركيا أم نتيجة الهاجز التركي من نشوء كيان كردي على الحدود السورية التركية أم ماذا برأيك يعني أعتقد أن القضية الكردية مهمة ولكن ليست كفيلة لوحدها بإحداث تحول في مسار السياسة التركية إذن هناك قضية أكبر والقضية هنا برأيي هي قضية جيوسياسية بمعنى وأنا أعتقد أنني تحدثت عن ذلك معك في أسبوع سابق القضية هنا قضية جيوسياسية بمعنى من ينظر إلى الخارطة التركية اليوم يرى أن نتيجة سياسة صفر مشاكل التي صدعوا أدمغتنا بها لفترة طويلة أنتجت أعداء في كل الجهات كل المناطق مغلقة الاتجاه التركية باتجاه أوروبا يعني الأوروبيون تحدثوا بوضوح ستأخذ تركيا 3000 سنة لتصبح عضو في الاتحاد الأوروبي وأيضا بعد مسلسل المهاجرين واللاجئين التي لعبت به تركيا بشكل لا إنساني على كل الأحوال أصبحت صورة تركيا سيئة في الغرب هذا من جهة أخرى في الجانب الآخر من الحدود على حدود البحر الأسود كانت محاولة غبية أن يقوم أردوغان بامتحان روسيا وهي دولة ليست فقط دولة عظمة ولكن دولة عظمة في حالة صحوة أيضا فيما حلفاء الأساسيين هم دول عظمة ولكن في حالة تراجع في الجانب الآخر على الملف في المنطقة العربية المدخل إلى المنطقة العربية هي سوريا ونعرف أن نتائج سياسة أردوغان السورية كانت كارثية جدا على تركيا وهذا يفسر تغيير في الحكومة وتغيير في رئاسة الحكومة وتغيير حتى في السياسة إذن هناك أزمة جيوسياسية مطبقة ستؤثر وستقرر بشكل سلبي جدا مستقبل تركيا إلا إذا قام أردوغان بمحاولة تخفيف هذا كل ما يستطيع أن يقوم به اليوم تخفيف الأضرار وتخفيف الأضرار الكبيرة التي ستنتج عن سياسة السورية وسياسة مقابل روسيا وسياسة مع أوروبا تفترض تحول في المسار طبعا هناك قضية مخجلة أن يقوم بتغيير مساره بين يوم وليلة ولكن نشهد بداية تحول في بعض الملفات ربما يكون الملف السوري أحدها ولكن لن يكون مباشرا بمعنى لن نشهد تغير في المسار في المسار التركي من سوريا وربما أن يتبع مع روسيا فصل في الملفات على غرار ما كان سائدا قبل الاندلاع الحرب على الدولة السورية ليس كذلك دوتر سيف؟ يعني يفصل الملفات الاقتصادية عن ملفات السياسية بناء على تقاطع المصالح الروسية التركية دكتور يعني هو مضطر على كل الأحوال لإحداث تغيير مسار ستكون ستكون محاولة تطبيع مع روسيا من ضمنها قضية الملف السوري مدى المدى الذي ستأخذه المحاولة سيأخذه الأتراك وسيأخذه أردوغان في التحول في المسار ومدى سرعة هذا التحول التحول حاصل حاصل وإلا هذا سيعرض تركيا إلى أزمة خطيرة جدا لن يستطيع أردوغان أن يحتويها وستؤثر عليه شخصيا وعلى نظام حكمه وبالتالي التغيير حاصل حاصل نحن نتحدث هنا فقط عن سرعة التحول في المسار فقط والبوابة التي سيحدث فيها هذا المسار وكل تحول ميداني أيضا كل تحول ميداني سيساهم في تسريع تحويل المسار التركي بالتالي ليست رغبة أردوغانية هنا بأن يعمل على تغيير السياسة التركية في سوريا أو السياسة التركية في أكثر من منطقة ولكن حقائق الواقع وحقائق العالم وحقائق المنطقة تفرض عليه ذلك وعليها أن يقوم بها وإلا أنه ستعاني تركيا جدا من ذلك د. ربسامة أبو عبد الله كان لافت إسرع موسكو إلى إعادة الاتفاقيات التجارية كان لافت جدا بشكل مباشر وحتى الحديث عن لقاءات قريبة بين بوتن وأردوغان هل هو ضغط المصالح بين الطرفين أم لا؟ لا هو قد يكون اغتنان فرصة أولا الأتراك أو رجب طيب أردوغان هذه المحاولات تقريبا تعود إلى أشياء محاولات رأب الصدع وأردوغان سبق أن وجه عدة رسائل قبل رسالة التهنئة بالعيد الوطني الروسي ورسالة الاعتزال التي تلتها قيل في تركيا أن هناك رجال أعمال أتراك دخلوا على هذا الخط لأن حجم الدمار الذي أصاب الاقتصاد التركي نتيجة المقاطعة رسي كان هائلا في هذا العام في قطاع سياسة وقطاع حساس بالنسبة لتركيا كان حجم الخسائر هائل لم يسبق لتركيا أن تعاط لمثل هذه الخسائر منذ تسعينيات القرن الماضي وبالتالي هذا دمار كبير حجم موضوع تصدير الخضار والفواكد لروسيا والسوق الروسي سوق هائل يعني تتحدثين عن 35 مليار دولار أو أكثر من التجارة البينية والحديث كان يرجع عن 100 مليار دولار إذا أردنا أن ننقذ هذا الواقع إضافة إلى موضوع أن البوابة الأوروبية مغلقة تركيا فيما تعلق الاتحاد الأوروبي أغلق استثمارت موضوع اللاجئين كانت استثمارا أو استغلالا بطريقة خسيسة كما يقال وهذا الأمر حتى لم يلبه الأوروبيون بهذه الطريقة كل بوابات مغلقة مع مصر مغلقة مع العراق العراق عبر عن قلقه من السياسة التركية في آخر بيان لرئيس الوزراء العراقي فيما يتعلق بموضوع الموصل إذن كل هذه السياسة تحتاج إلى تغيير هل تلقفت موسكو؟ أنا أعتقد بالتأكيد بالنهاية الدول تقوم على المصالح متبادلة لكن إذا لاحظت اليوم في اللقاء بين لفروف وبين مولود جاوي شاغلو وزير الخارجية التركية كانت تسوية السورية أو موضوع الأزمة في السورية كانت أساسية في هذا الموضوع والروس يصرون على موضوع أغلاق الحدود التركية الأغلاق الحدود التركية هذه مسألة حساسة فيما يتعلق بحلب وبمعركة حلب وفيما يتعلق بواقع تركيا أين ستكون تركيا؟ ما هي هوية تركيا القادمة؟ هل لا يوجد لديها إمكانية لدخول الاتحاد الأوروبي؟ الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل تعمل الآن على مشروع كردي في شمال سوريا جنوب شرق تركيا وشمال العراق هذا هو المشروع الأساسي الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يلقى دعماً قربياً أكبر التالي العامة الكردي هو ورقة ضغط روسية كبيرة ومهمة؟ أنا أعتقد نعم هو ورقة ضغط أساسية وكبيرة إضافة إلى العامل الاقتصادي إضافة إلى ما يمكن أن نسميه الاختناق الجيو السياسي الذي وقعت في تركيا تغيري رجب طيب أردغان يتبق إلى أفريقيا ليسوق للشركات التركية ومحيطه غير قادر على أن يسوق في شيء من البضاعة التركية هذا العقل الذي اعتقد في لحظة ما رجب طيب أردغان بأنه سيكون رب كل هذه المنظمات الإرهابية البيحة كشفت معلومات عن عدد المعسكرات التي يتدرب فيها تنظيم داعش الآن تنظيم داعش في عمليةه الأخيرة في مطار إسطنبول كانت رسالة قوية ويجب أن نقرأ أن هذه الرسالة أتت في اليوم التالي بعد إرسال رسالة الاقتضاء لبوتين فضرب مطار إسطنبول وهو إشارة بالنسبة للسياحة التركية كارثة حقيقية بالنسبة للسياحة التركية إذن تركيا تبحث عن مخارج قد يكون الرئيس بوتين مدى اليد في هذه اللحظة لأنه أيضا ترك الخصم في لحظة ما في الزاوية أيضا في الدبلوماسية يجب أن تفتحي البوابات دائما هذه نقطة قد يستفيد منها أن وضع أردغان صعب جدا يمكن إيجاد المخارج لأن تركيا بصراحة يجب أن نتحدث أنها أساسية ودولة أساسية وهناك من قال دكتور عن موضوع المصالحة أو الاعتذار تركي من روسيا وصفه بأنه باب تركي أو باب إسرائيلي لإعادة العلاقات مع روسيا بناء على الاتفاقيات الاقتصادية التي كانت واردة في بند تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل يعني الغاز الإسرائيلي الذي ضمن الاتفاقيات يمر عبر تركيا باتجاه أوروبا وبالتالي الغاز الروسي مستقبله غير واضح بالنسبة لأوروبا لا لا أعتقد حتى الشركات التي تستثمر في الغاز الإسرائيلي هناك حصة لروس فيها الروس ليسوا بهذا العلاقة والعلاقة الروسية الإسرائيلية ربما لا يمكن هناك مقارنة بين الغاز الروسي والإسرائيلي تماما ولكن إذا كان هناك فرصة وحتى هذه الفرصة لتركيا أضعتها موضوع خط الغاز السيل الجنوبي الذي كان سيؤمن ويجعل تركيا تتحكم أكثر في الاتحاد الأوروبا في بيع الغاز في كل أحوال هي مجموعة عوامل كثيرة لكن أساسها أن تركيا وصلت إلى نقطة اصطدمت بالحائط لا إمكانية للاستمرار في هذا الواقع السياسي وهذا الأمر اعترف به كبار المسؤولين الأتراك ولذلك جرى التغيير الحكومي الآن ما جرى هو عملية دفن لمشروع العثمانية الجديدة هذا انتهى المشروع دفن ونتائجه كانت كارثية والآن يجري محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه سواء عبر موسكو أو عبر الاتفاق مع إسرائيل أو عبر طرق البوابة السورية بشكل غير مباشر لأنه في قضايا مشتركة لا يمكن حلها لتركيا لوحدها ولا لروسيا الوحد هذا يحتاج إلى تعاون مع أكثر من طرف أقليمي وهي الدعوة الأساسية التي طرحتها سوريا وطرحها الرئيس بوتين في خطابه وهي ما يبدو أن وزير الخارجية التركي أشر إليها بشكل واضح في كلامه قبل اللقاءه بسرقيل لفروف دكتور سيف دعنا السياسات التركية لم تخرج يوما عن الفلك الأمريكي اليوم يأتي الاعتذار التركي باعتقادك من روسيا بناء على موافقة أمريكية بناء على رغبة أمريكية في إعادة تموضح حلفائها باتجاه إنجاز تسوية ما قبل ذهاب هذه الإدارة إدارة أوباما ليس ذلك فقط أعتقد أن الأمريكيون أيضا سعيدين بما حصل بمعنى التقارب التركي الإسرائيلي وبداية إعادة العلاقة في التركية الروسية أيضا قضية تفرضها حقائق ووقائع جديدة والولايات المتحدة بدون ضوء أخضر أمريكي على كل الأحوال كان يبدو ذلك الصعبا أن يتم تخيله ولكن أيضا كان بإمكان الولايات المتحدة عرقلت ذلك على الأقل نقول ذلك ولكن الولايات المتحدة لم تقم بعرقلت ذلك لأن في النهاية تركيا هي دولة في النيتو وبالتالي تخضع لإملاءات الولايات المتحدة أكثر بغض النظر هل هناك تطبيع تركي روسي أو لا يوجد تطبيع تركي روسي وفي نهاية المطاف يعني الولايات المتحدة تجلس مع روسيا كل يوم وزير الخارجية الروسي والوزير الخارجية الأمريكي اتصلوا ببعضهم والتقوا هذه السنة أكثر من سنوات طويلة سبقة وبالتالي خصوصا التقارب السعودي الإسرائيلي يسعد الأمريكيين هنا مع أن البعض يقول وهذا طبعا لسان حال بعض مراكز الأبحاث أن أردوغان أخطأ بمعنى لو أراد أردوغان ومرة أخرى أنا دائما أردد ذلك ولا أعتقد أنني سأتوقف عن ذلك من ينظر إلى الخارطة أي مرة أخرى سيعرف بوضوح أن كان بإمكان تركيا أن تكون دولة مركزية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم ولكن السياسة الحمقاء لأردوغان قادت إلى الأزمة الجيوسياسية التي تعاني منها تركيا وحتى في محاولة إصلاح المسار حتى اللحظة وهو بإمكان أن يصلح الكثير من الأخطاء التي ارتكبها قام بعمل خطأ في مقاربة الوزن النوعي لإسرائيل مقابل إيران مثلا ومقابل سوريا ومقابل العالم العربي أو الوطن العربي التقارب الإسرائيلي التركي غير أيضا مغامرة غبية سيدفع أردوغان ثمنها في المستقبل أيضا سياسيا وكان يمكن له أن يقوم بمقاربات أخرى ولكن في النهاية علينا أن نعرف أن أي حليف من حلفاء الولايات المتحدة لا يتمتع بهامش كبير يمكنه أن يأخذ خطوات لها تبعات استراتيجية يتمتعون بهامش صحيح ولكن هذا الهامش ليسوا مخولين خلال هذا الهامش أن يكون لسياساتهم تبعات استراتيجية هذه التبعات الاستراتيجية من خصوصيات الولايات المتحدة فقط لذلك البعض وصف التقارب أو إعادة تطبير علاقات التركية الإسرائيلية في إطار تأسيس لشراكة رسمية في المحور المعادي لإيران وسوريا وحلفائها في المنطقة وبدل ما يهرث أيضا في البحرين وفي المحاولة لزرع ربما الشقاق الطائف في دول المنطقة أليس كذلك؟ يعني أردوغان يعتقد وهذه بعض التصريحات والتحليلات التي سمعناها من تركيا يعتقد أنه بإمكانه أن يقوم بالاثنتين بمعنى الاستمرار في علاقة غير متوترة مع إيران من جهة وإعادة تطبيع لعلاقة مع الكائن الصهيوني طبعا هذه حسابات مغلوطة لأننا أمام أوزان بشرية وديمغرافية هنا مختلفة عشرات الملايين في إيران تقريبا 80 مليون بني آدم مقابل 6 ملايين صهيوني مستوسطا صهيوني التبادل الاقتصادي الإيراني التركي يتجاوز 35 مليار دولار وهذا العلاقة الإسرائيلية التركية الاقتصادية لا يمكن أن تقارن بذلك وفوق كل ذلك هناك فرق كبير يعني أردوغان خسر كثيرا على المستوى الشعبي الذين كانوا ينظرون إليه كمخلص سابقا وانخدعوا بالخطاب التركي اليوم يعرفون حقيقة المنظومة السياسية في تركيا التي هي جزء من منظومة الناتو ومن منظومة المنظومة الغربية وهي في النهاية تتبع الاستراتيجية الأمريكية العامة في المنطقة ومركزها الكائن الصهيوني طيب دور بسامة أبو عبد الله نتحدث عن حلفاء واشنطن ماذا عن السعودي في الحسابات الأمريكية الحالية لإدارة الأمريكية بما له صلة إذا ما قرأنا الأمور تجيب اتجاه تسوية رغبة أمريكية في تسوية قبل ذهاب هذه الإدارة الآن السعودي في النهاية سيلتزم بما تريده الولايات المتحدة الأمريكية نحن متفقين الآن على أن قدرة حلفاء الولايات المتحدة على هامش المناورة هو ضعيف زيارة محمد بن سبانل وتعرفي أن هناك مرحلة أيضا داخل السعودية يعني غير واضحة للمعالم ولكن يبدو أنه بموضوع من سيكون ملك السعودية المقبل واضح أن الإدارة الأمريكية الآن استقبلت محمد بن سلمان باستقبله ورئيس باراك أوباما وكان زيارته الأخيرة واضحة واضح أن الأمريكان يضعون يعني أو يركزون على محمد بن سلمان على أساس على أن يترافق ذلك مع تغييرات في بنية المملكة هل يستطيع محمد بن سلمان إن جانز زالك في بنية وهابية متخلفة تعود يعني تحتاج لتغييرات مجتمعية وهل هو قادر على ذلك ثاني أن هناك تشكيك بكل هذه الرؤية والنقطة الثالثة أن رؤية السعودية 2030 كثيرين يشككون بالقدر على تنفيذها خاصة وأنه يعني بعض المراكز البعوث التي اتحدثت عنها تقول كيف يمكن هو يريد أن يقدم نموزج الإمارات في السعودية هذا على ما يبدو الفكرة الأساسية المطروحة في ذهنه هذا يحتاج إلى دور المرأة يتحدث عن سياحة ثم كيف يمكن تحقيق هذه الرؤية في ظل أمن مضطرب في المنطقة الرؤية الاقتصادية لأي دولة كما هو حال تركيا الآن التي وقعت في مأزق كوارث اقتصادية لأنه لا يمكن لك أن تبني سياحة ولا اقتصاد ولا الزهار في ظل محيطك الذي يحترق الآن والذي أنت تدفع به باتجاه الإرهاب إذن أمام رؤيتين إما أن تستقر هذه المنطقة باتجاه رؤية حقيقية وتسويات يمكن أن تحقق مصالح الجميع وهذا ما كان موجود حتى عام 2010 بالمناسبة تركيا كانت يمكن أن تبقى دولة مركزية أساسية ومحورية وهذا ما أعطتها إياه سياسة السورية نحن ما أعطى تركيا كل هذا الدور في ملف العلاقة السلام مع سريد 2007 والذي فشل على يد الأتراك وهم يعرفون ذلك البوابة الأساسية لتركيا باتجاه العالم العربي هي عبر سوريا سوريا هي التي جرت كل هذه القاطرة على سريد العالم العربي لكن للأسف أنه أطاحوا ودمروا كل هذه المعتقدين بأنهم يمكن أن يبتلعوا الآخرين هناك ثلاث قضايا يجب أن ننظر إليها بأنها قلاصات هذه السنوات وهي قضية أن التطرف الديني غير مقبول بالمطلق ولا يمكن أن يعيش ولا يمكن أن يبني مستقبل التطرف القومي أيضا غير مقبول والنقطة الثالثة لا يمكن لأحد أن يهيمن على أحد إنما موضوع العلاقات بين الشعوب وبين الدول هي التي يمكن أن تحقق الزهار موضوع هيمنة عثمانية تهيمن على شعوب وأتباع أو نمط استعماري غربي يريد أن ينظر إلى شعوب المنطقة هذا أعتقد من الخلاصات التي يجب أن نأخذها ضمن إطار هذه الصراعات التي تتجرب في المنطقة والثمن الباهزة التي تفعته شعوب هذه المنطقة باتجاه هذه النظريات التي تريد أن تهيمن على المنطقة وتجعل إسرائيل مركز الشرق الأوسط جديد يعني الصراع هو على موضوع أين تكون إسرائيل الصراع المشاريع السعوديون كما هو واضح يريدون لشرق أوسط يبنون تحالف الآن يتحدثوا عن تحالف سعودي مصري تركي إسرائيلي لكن تركيا كيف يمكن لها أن تستمر في علاقة مع إيران وهي كما أشارت دكتور سيف علاقة هائلة جدا ويمكن أن تبقى في نفس الوقت في محور إسرائيلي هذا أمر هناك إشارة استفعام عليك بالتالي تسوية سياسية باتت قريبة باعتقادك انتلاقا من الحديث بالأمس لا أستطيع أن أقول قريبة رئيس بوتين قال مصري سوريا سيد حرد لكن قال التسوية بعيدة ما تزال تحتاج أيضا اليوم الرئيس لأسات قال ذات الشيء بوادر نهاية الروح في الأفق والحل واضح جدا وهو بسيط مع ذلك ومع ذلك هو مستحيل تمام الحل تحدث عنه رئيس بوتين سيدة الرئيس بشارة ستحدث أكثر الحل واضح جدا وخرطت الحل موجودة إذا أراد لبعض الحل لكن ما يزال بعض يراهن على تغيير مواقع ومواجهن وأنا أعتقد أنه أصبح من الصعوبة بمكان تغيير بعد ست سنوات الآن الإنعكاسات هائلة ومن الصعب جدا والكل يدفع الثمن يعني استمر هذا الواقع ابقى معنا دكتور بسامة عبد الله وحضرتك دكتور سيف دعنا لمواصلة النقاش في الملف الثاني فاصلوا من ثمان واصل ترجمة نانسي قنقر مصبوع مضى على تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادها من الاتحاد الأوروبية وحالة الغمود وعدم اليقين لفان المشهد السياسي والاقتصادي لأوروبا التي شهدت مؤخرا صعودا لافتا لليمين المتطرف الذي قادت أحزابه السياسية البريطانية معسكر المصويتين لصالح الطلاق البريطاني الأوروبية خطورة الخطوة البريطانية وفق مراقبين تأتي في المصيبة السياسية التي أحدثتها في دول الاتحاد التي قد تغري شعوب أوروبا لتكرار التجربة البعض رأى صعوبة المرحلة المقبلة في اختلاف الموقف الأوروبي في التعامل مع جذور المشكلة المتمثلة في الأزمة الاقتصادية والهجة واللاجئين والإرهاب فكيف سيواجه الاتحاد المصيبة؟ ماذا عن عكاساتها على قضايا منطقتنا وإن تقف الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة الوحدة الأوروبية بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي لعلها العبارة التي ترددت كثيرا في وسائل الإعلام العالمية مؤخرا بعد استفتاء تاريخيا شهدته المملكة المتحدة منذ أيام قرر بنتيجته البريطانيون الخروج من تحت مظلة بروكسل كثيرة هي النتائج المترتبة على هذا الخروج أولها على الصعيد الداخلي إعلان رئيس الوزراء البريطاني ديفت كاميرون ليته تقديم استقالته من منصبه وعلى إثر ذلك اشتاحت الخلافات الصفوف الحزبين الرئيسيين في البلاد ومعالك عنفة بدأت بين كوادرهما بشأن خلافة كاميرون أسماء كثيرة برزت لمرشحين لمنصب رئاسة الحكومة من بينها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي التي شرعت بإطلاق الوعود اللازمة لتأييد حملتها كما أعلن وزير العدل البريطاني مايكل غوف ترشحه للمنصب ذاته من النتائج التي ترتبت على الانفصال أيضا بروز ميولين انفصالية لدى بعض المقاطعات البريطانية كلوندون كما عادت سكوتلندا للظهور كطالب للانفكاك عن المملكة المتحدة بعد عامين من استفتاء رفض خلاله البريطانيون الابتعاد عن وطنهم الأم على سعيد العلاقات البريطانية الأوروبية خسرت بروكسل ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ألمانيا كما أنها فقدت حسب محللين قوة دبلوماسية مهمة في الأوساط السياسية فضلا عن مكان فارغ سيتركه الجيش البريطاني في الاتحاد الأوروبي لحجمه وقدرته للنقاش نراحل من جديد بالدكتور بسام أبو عبد الله وصلنا على قادة دولية في جامعة دمشق عفوا نهلا بك معنا دكتور بسام ونرجال الترحيب بالدكتور سيف فدعنا أستاذ علم الاجتماع في جامعة وسكنس نهلا بك معنا من جديد دكتور سيف في المرحلة المقبلة بالنسبة لمستقبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعني الخطوة كبيرة التقديرات طبعا يجب أن نحاول تجنب رسم سيناريوهات يمكن تخيل سيناريوهات طبعا ولكن هناك سيناريوهات متعددة ممكنة ولكن هذه الحقيقة أو الأساسية هنا أننا أمام عالم يتغير حتى بأسرع مما يمكن للكثير من المحللين وحتى أصحاب الشأن السياسي أن يتوقعوا أو يتخيلوا وهذه العبارة على كل أحوال سمعناها من بعض المحللين الإسرائيليين في مؤتمرات هيرتسيليا السابقة أنهم أمام منطقة متغيرة وعالم متغير بأسرع مما يمكن لهم أن يتخيلوا وبالتالي بهذا المعنى هذه قضية جيدة أن يتغير عالم غير مؤسس أو مؤسس على مصلحة أعدائنا بشكل أساسي كعرب وعلى استغلالنا واستغلال كل دول الجنوب التي مثلنا هذا جيد بمعنى كل تحول أو تفكك في المنظومة الغربية لا بد أن يكون له تأثيرات بالمدى البعيد على الأقل سيكون له تأثيرات جيدة وتأثيرات إيجابية المتضرر الأساسي هنا سيكون طبعا ألمانيا الولايات المتحدة تنظر إلى ما حدث بشكل لا أريد أن أقبول خطير ولكن يؤثر بشكل كبير على المصالح الأمريكية طبعا الولايات المتحدة تفضل التعامل مع كتلة واحدة من 28 دولة أوروبية اليوم ستضطر وإذا تحققت بعض النبوءات وهي برأي منطقية أن ما حصل هو بداية مسار لتفكيك الوحدة الأوروبية أو التفكيك التحالف الأوروبية والأتحاد الأوروبي وبالتالي الولايات المتحدة ستضطر إلى عقد اتفاقات صناعية بدل أن تتعامل مع جسم غير ديمقراطي على كل الأحوال وغير منتخب فوق قومي موجود في أوروبا تعقد معه اتفاقيات مثلا أحد أهم الاتفاقيات التي عقدتها الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي هي اتفاقية التجارة عبر الأطلسي وكانت تهدد بريطانيا قبل حصول التصويت أنها ستضع بريطانيا في آخر الصف إذا بريطانيا تجرأت على الخروج من الوحدة الاتحاد الأوروبي هذه قضية خطيرة بمعنى أننا أمام خطوة ستكون لها تبعات اقتصادية كبرى ليس فقط على أوروبا وليس فقط على بريطانيا ولكن أيضا على الاستراتيجية الأمريكية وعلى الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الاقتصادية الأمريكية مع أوروبا من جهة ومع بريطانيا من جهة أخرى إذا سننتقل ربما في المستقبل خلال سنوات هذه التوقعات من تعامل مع كتلة واحدة إلى تعامل مع مجموعة كبيرة من الدول هذه من جهة ومن جهة أخرى ستتحول أوروبا أيضا من كتلة واحدة إلى سنرى اختلاف العلاقات البينية بين الدولتين بدل دول مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي بدل أن نرى علاقة أو موقف أو استراتيجية أو التحالف أو الاتحاد يمثله اليوم الاتحاد الأوروبي إذا التبعات ستكون كبيرة في أغلب المجالات نعم الدكتور بسامة أبو عبد الله اليوم الرئيس تشيكي دعا إلى الجاسف على بقاء بلاده داخل الاتحاد الأوروبي والناتو حتى الإسكتلنديون والإرلنديون الشماليون في التصويت صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما لصالح خروجهم وانفصالهم عن بريطانيا في المرحلة المقبلة نحن أمام مشهد ضبابي للاتحاد الأوروبي في المستقبل؟ هل أعلم يبدو هذا هو الأساس لكن الاستفتاء في بريطانيا عكسها أكثر من مؤشر أولا هناك قسامات داخل المملكة المتحدة يعني قسامات شديدة القسام الأول هو بين إنجلتها وويرز للخروج وبين سكوتلندا وإرلندا للبقاء في الاتحاد الأوروبي حتى في قمة الاتحاد الأوروبي استقبلت رئيسة وزراء سكوتلندا بطريقة بحفاوة بالغة وكان رئيس وزراء بريطانيا الذي أشار رئيس الأسد إلى أنه فعلا هو المنفصل على الواقع عندما كانوا يتهمون السوء من أنه منفصل على الواقع هو لا يعرف نبض شعبه الذي يريد الخروج وهو الذي كان يريد أن يبقى بريطانيا إضافة إلى أن التصويت لم يعكس فقط التصويت الذي حدث في بريطانيا عكس أحيانا نوع من التصويت ضد أو الصخط ضد طبقة الحاكمة البيطانية وضد نظام هيمنة البنوك الكبرى والشركات الكبرى مقابل واقع اجتماعي بدأ يسوء في العديد من الدول الأوروبية خليني أعطيكي نموزج طيب كيف قبل الأوروبيون الآن مثلا موضوع البريطاني السفتاء ولم يقبلوا في موضوع اليونان عندما صوت الشعب اليوناني دي حكومة جرية ولي ظروف أفضل في موضوع حل مسألة الديون وبالتالي أنت أمام جسم كما قيل في الاتحاد الأوروبي يتحكم به ثلاث دول كانت يعني بريطانيا وفرنسا وألمانيا الآن العبع على ألمانيا باعتبار فرنسا أقل إمكانيات وأضعف بكثير إضافة إلى أن التناقضات بدأت تظهر مثلا هولندا بدأت تظهر بعض الدول التي تريد أن تأخذ وضع خاص ولذلك هم يريدون إغلاق هذا الباب من خلال القول لبريطانيا عليك أن تتقدم بطلب الانسحاب وفق المادة 50 لاتفاقية لشبونة وهذا خلق واقع لم يكنوا يتوقعونه هم بالأساس ولذلك فعلا نحن أمام تغيير كبير هل يتفكك الاتحاد الأوروبي هذا السيناريو وارت البعض يستبعد هذا السيناريو يقول أنه المصطحة كبيرة لكن حجم التناقضات بين دول ما يمكن أن نسميها الشمال وجنوب داخل الاتحاد الأوروبي دول مثل بلغاريا ورومانيا هذه الدول الصغيرة التي تستثمى وطردق للاتحاد لا سياسات مستقلة ولا قدرة ومديونة ولديها إشكاليات مالية كبيرة بتعرف عملية الإفلاس بدأت في يونانا لبرتغال إسبانيا مهدد الإفلاس هناك إشكالية حقيقة داخل دول الاتحاد الأوروبي وفي السياسات خلينا نأخذ السياساتهم حتى تجاه الشرق الأوسط تظهر تناقضات الشيك أحد الدول التي كانت سياساتها تجاه ما يجري في شوية إذن نحن أمام مشهد دعيني أقول لا يمكن لنا أن نتنبأ حقيقة لكن هو تحول كما هو انهيار الاتحاد السوريتي في عام 1991 الذي وأنا كنت أعيش هناك لم نكن يتخيل على الأطلاق أن أمبراطوريا بهذا الحجم أو دولة بحجم التنهار انتهى كل شيء خدال بسرعة كبيرة جدا الآن نحن أمام مشهد آخر وربما المشهد الذي ربما سيقود مضاجع الاتحاد الأوروبي المستقبلا هو تنامي اليمين المتطرف تصاعد يمين المتطرف وكان كما قلنا في المقدمة على أن من قاد الحملة لخروج بريطانيا هم أحزاب يمينية متطرفة وبالتالي يبدو على أنها النقطة الأكثر خطرا على مستقبل الاتحاد الأوروبي أكثر من الإرهاب والهجرة واللاجئين سبب اليمين القومي هي مجموعة مشاكل رئيس الوزراء الإطاري لخصها بالقول أن على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر عدالة وإنسانية يعني أنت عندما يتحكم أصحاب رأس المال الكبير والنخب الخاصة البريطانيين الذين كان لديهم أنف حتى في التعاطي مع دول أوروبا يقولون نحن رسنا أوروبيين قبل الاستفتاء وما الذي تعني لنا دول مثل بلغايا أو رومانيا وحتى بولونيا تعاملون حتى بفوقية بعصرية مع باقي الدول مع باقي الدول مثلا بعض اللافتات علق ضد البولونيين في بريطانيا والتعاطي بفوقية بين بعضهم البعض بمعنى النظر داخل بريطانيا نفسها تجاه موضوع الإصلاحات في الواقع الصحي والاجتماعي هذا لم يتحقق منذ سنوات طويلة لهذا التحول وهناك أبعاد ترتبط بالهوية الوطنية لكل دولة وهذا الظهر وهناك أبعاد ترتبط بالسياسات التي كانت تقودها ثلاث دول مثل بريطانيا وفرنسا مثلا السياسة تجاه سوريا من الذي كان يقودها؟ فرنسا وبريطانيا ومن خلفهم ألبانيا وهناك بعض الدول التي تتضرر العقوبات على روسيا مثلا مصلحة أمريكية وفي حين أن الأوروبيين يتضررون إذن هذا يحتاج إلى إعادة التضر هل تستطيع ألمانيا الآن أن تقود كل هذه القارة الأوروبية بعبائها الاقتصادية؟ هناك تيارات داخل ألمانيا تقول لماذا يجب علي أن أدفع وهذه التيارات ظهرت في يوم مسألة الديون سمن بالخماية الاتحاد لا لا يوم مسألة الديون مع اليونان تذكر في تيارات قلت لماذا أنا أدفع لشعوب لا تعمل مثلا؟ فكل هذه التناقضات قططة لكن هناك اتجاه يريد الحفاظ بحكم المصالح على واقع الاتحاد الأوروبي الحالي لكن هم أمام صعوبات وتغييرات جذرية وهم يريدون إغلاق باب أن تطالب دول أخرى به سواء تحسين الشروط أو به طيب دوتور سيف دعنا قادرة ألمانيا وفرنسا الدولتان الأهم في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا قادرة على انتهاج استراتيجية تحمي دول الاتحاد من التفكك في المرحلة المقبلة وإلى أي حد هي ربما بإطار الأمريكي ربما تحصل على عوامل مساندة لها في حماية هذا الاتحاد من تفكك دول أخرى أو ربما من نزعة شعوب أخرى ترى في تجربة البريطانية نموذج ديمقراطي مهم ونموذج يحمي مستقبلها الاقتصادي وحتى السياسي يعني باعتقاد القضية الحاسمة والمهمة جدا 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 ولا يمكن المبالغة فيها بأي شكل من الأشكال أن أوروبا تشكل أهم مناطق النفوذ الأمريكي في العالم وتشكل أهم منابع القوى الأمريكية سواء الاقتصادية أو العسكرية أو الآخرين الأمريكيون اليوم أحد السيناريوهات التي بدأوا أو الكوابيس التي يتخيلها بعض المحللون هنا أن هذا قد يكون مقدمة إلى تفكك الناتو وهذا السيناريو لا يجب استبعاده طبعا لا أتحدث عن المدى القصير ولكن أتحدث عن المدى البعيد بالتالي البعد الجيوسياسي سيكون هائل بالضبط ربما حتى يتجاوز إذا كان على الأقل سيكون على الأقل بحجم تبعات انهيار الاتحاد السوفيتي طبعا ستكون تدريجية ربما أكثر ستكون منظمة أكثر لأننا أمام مفاوضات وبالتالي ستكون منظمة ومتدرجة بعكس ما حصل في الاتحاد السوفيتي لأن الانهيار حصل بشكل مفاجئ ولكن التبعات متوسطة المدى وبعيدة المدى ستكون بنفس المقدار بمعنى هذا سيعني أننا فعلا دخلنا عالم جديد ومن ربما كان يحلم في يوم من الأيام إذا تفكك الناتو يمكن أن نقول أن من يحلم بعالم بعد الهيمنة الغربية في المستقبل ليس طوباوي هل يمكن لألمانيا أن تحافظ على وحدة الاتحاد الأوروبي؟ هذه مسألة مكلفة جدا الألمان كانوا أصلا في الدخل للاتحاد الأوروبي من أجل مصلحة ألمانية تقريبا بحتة يعني نصف الدخل القومي الألماني يأتي من التصدير وجزء كبير منه يذهب إلى أوروبا وبالتالي هناك المشروع الذي قامت عليه الوحدة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي هو مشروع اقتصادي نيوليبرالي يعني الدول كانت مجرد أدوات تمثل البنوك والشركات عبرت القومية في أوروبا وبالتالي ليس هناك شكل آخر للاتحاد بمعنى ليس الاتحاد هو اتحاد ديمقراطي وطوعي بين الشعوب على قضايا متفق عليها سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هذا الاتحاد هو اتحاد مؤسس من أجل مصالح البنوك أو هو بالحقيقة اتحاد بين البنوك والشركات وبالتالي التبعات الاقتصادية والتبعات الاجتماعية كانت سيئة جدا وهائلة على الناس العاديين في أوروبا من خلال البطالة هي أزمة بنيوية بمعنى لا يمكنهم أن يقوموا بحل إشكالية البطالة بشكل حتى قصير الأمد في ظل السياسات الاقتصادية المتبعة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية ازدياد معدلات الفقر ازدياد فجوة اللامساواة داخل أوروبا الاستمرار في سياسة الاتحاد الأوروبي سيزيد إلى تعميق وزيادة هذه التبعات وهذا سيقود إلى زيادة اليمين المتطرف وغيره من المجموعة الفاشية بمعنى الفاشية في أوروبا والمجموعات المتطرفة هي من تبعات سياسات الاتحاد الأوروبي وليس السبب له ولكن يجي توجه بالتوضيح أنما الناصرة الخروج البريطاني ليس المتطرفين فقط هناك يساريين أيضا وهناك اشتراكيين والسبب أنهم كانوا ينظرون بعين الخطورة إلى سياسة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية وتبعاته على الناس العاديين وعلى الطبقات العاملة وعلى الفقراء تحديدا طب في نقطة أخيرة قبل أن ننهي أسمعك دكتور سيف أسمعنا دكتور سيف دكتور سيف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور سيف دكتور بسامة أبو عبد الله كم يساعد ما حصل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الكتل الاقتصادية الصاعدة في منظمة شانجهاي أو في دول الأخرى التي لها صلة بما يجي يوم من التكتلات الاقتصادية الجديدة ومن شركات الاقتصادية الجديدة بين روسيا والدول أوراسيا وحتى الدول أمريكا الجنوبية هذه كلها تجارب تصعد في اليوم التالي للإستفتاء في بريطانيا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان هناك اجتماع لمنظمة شانجهاي في أعتقد بديل التشقن في عصمة أوسباكستان وكان هناك لقاء روسي الصيني في بكين بين رئيس بوتين ورئيس الصيني إذن هناك محاولات كثيرة الروسي تحدثون عن الاتحاد الأوراسي وهم بالمناسبة فتحوا البوابة أمام الاتحاد الأوروبي الذي بدل من أن ينفتح عمق له يعني خاصة ألمانيا التي لها يعني الآن إذا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي فمصلحة ألمانيا أن تلتقي مع روسيا هذه السوق كبير وأن تتحالف مع الاتحاد الأوراسي نحن أمام عالم يتغير بسرعة كبيرة حتى رئيس بوتين البارحة في كلمتي أمام سفراء روسيا تحدث عن عالم يتغير بسرعة شكل هذا العالم يعني غير واضح المعالم لكن ما من شك أنه أحد عوامل هذا التحول وظهور اليمين القومي هو رد فعل على سوء الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بدأ يظهر اليمين القومي للقول بأن المهاجرين هم السبب وهو حقيقة الأمر أن هذه سياسات البنوك والشركات العابرة القومية التي لم تهتم لا بقومية ولا بسياسة خارجية إلا بمصالح كانت تتجنحه العدوانية أكثر خاصة من خلال احتلال الدول وسياساتهم في منطقة الشرق الأوسط دكتور سيف دعنا تسمعوني الآن دكتور سيف نعم سؤال أخير لك ولكن بدقيقة لو سمحت إذا سمحت اختصر قليلا دقيقة فقط هل نترقب تغير في السياسة الخارجية لبريطانيا أو الاتحاد الأوروبي نتيجة هذا التغير في الجسد الأوروبي بالتأكيد سيحدث على الأقل وزن أوروبا وبالتالي معاني وتبعات الموقف السياسية الأوروبية ستتغير هناك فارق بين أن تقوم 28 دولة وبينهم قوة هائلة مثل بريطانيا قوة اقتصادية وعسكرية بأن تأخذ موقف وفارق بين أن تأخذ هذه الدول جميعها أو حتى بعضها موقف بدون بريطانيا وهناك فارق أيضا بأن تأخذ بريطانيا موقف وهي جزء من الاتحاد الأوروبي وأن تكون منفصلة وخصوصا بسبب الأزمات التي ستعصف بأوروبا وبريطانيا بالتأكيد الوزن الأوروبي الدولي والمكان الأوروبي الدولي ستتأثر سلبا وبرأيي هذه قضية جيدة أنا أشكرك جزيلا شكر الدكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع في جامعة وسكنسون كنت معنا عبر خدمة السكايب من واشنطن تعليقك دكتور بسامب عبدالله نترقب تغير في السياسة الأوروبية أو حالة البريطانية أنا أعتقد ظهرت حتى بعض أصوات داخل الأوروبية يعني خلية إسبانيا وإيطاليا فيما يتعلق بسويا أنا أقول التشيك مثلا التي بدأت تتحرك أكثر باتجاه سويا وستقبلت نائب وزير الخارجية بالتأكيد أنا أعتقد أن هذا الأمر سنراه لأنه وزن الأوروبي يختلف لكن أوروبا أعتقد ستنشغل في المراحلة القادمة في شؤونها الداخلية في أعلى الترتيب البيت الأوروبي وقد تكون أكثر ليونة ويجب أن توجد مخارج ويجب أن ترى المشكلة الجذرية فيما يقرأ في داخلها في موضوع الهجرة هو موضوع الأرهاب وسياساتهم الخاطئة وتبعيتهم من الولايات المتحدة لأنه حتى الأوروبين بعض يدرك بأن هذه سياسات مضورة لأوروبا لكنهم بشكل أو باخر كما قال الرئيس أسد من جيها يهاجمونها سياسيا ومن تحت الطاولة يويدون الحديث معنا أنا أشكرك جزيلا شكر الدكتور بسامة أبو عبدالله أستاذ علاقات الدولية في جامعة دمشق شكرا لك أشكر موصولك ومشاهدين على متابعتكم الدائمة لهذا البرنامج شكرا لكم على المتابعة بأمان الله شكرا لكم على المتابعة